شاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 4 و 8 ما هي مكونات المصباح الكهربائي وكيف يشتغل أولا ألاحظ نلاحظ مصابح هذه مصابح وأعمد من أشكال مختلفة للذين مصابح وأعمد من أشكال مختلفة فمثلا فهذا عمود لاحظوا هذا العمود هذا العمود المسطح كذلك عندنا هذا العمود الذي هو على شكل أسطوانة عندنا هذا العمود أيضا عندنا هذا المصباح لذين مصباح وعمود وعمود آخر يختلفوا عن العمود الأول كاللاحظة هنا كيف يمكنه تشغيل المصباح إذن كيفاش غادي يمكننا نشغله هذا المصباح كيفاش نشغله كيفاش نخدمه أول حاجة غادي نتألو مناش كيتكون هاد المصباح سنطرح هذا السؤال مماذا يتكون المصباح الكهربائي علامة السفن إذن سنفترض بأنه يتكون من عناصر مختلفة من عناصر كهربائية مختلفة سنتعرف عنها في النشاط المقبل إذن سنكتب ونفترض أقترح جوابا يتكون يتكون من عناصر كهربائية مختلفة إذن تسألنا مماذا يتكون المصباح الكهربائي وافترضنا أنه يتكون من عناصر كهربائية مختلفة سنتعرف على هذه العناصر في الأنشطة المقبلة أنجزوا أولا أتفحص المصباح وأتعرف على مكوناته وأملأ الفراغات باستعمال ما يلي حبابة زاوية فخطأنا حبابة زجاجية حبابة زجاجية سلك معدني قعيرة نحاسية قعيرة نحاسية اسمنت سليكون معدني عقب أو لا عقب عقب من الرصاص فهذا هو المصباح اللي كنت نشط في القبيلة فهذا المصباح لاحظونا كي تكون كي تكون من هات الزجاجة هذه وهي حبابة زجاجية كي تكون من هات من هات من هات المنطقة النحاسية هذه اللي كتسمى قعيرة نحاسية قعيرة نحاسية كذلك كي تكون من هات من هات البلصة هذه اللي كتسمى عقب من الرصاص أو لا عقب من الرصاص كذلك سليكون معدنيون كاللحظو في الوسط دياله وفي الداخل دياله كاين سليكون معدنيون واحد السليك صغير سليكون معدنيون إذا سنملأ الفراغ فقلنا هذه الزجاجة هذه حبابة زجاجية إذن سنكتب حبابة حبابة زجاجية حبابة زجاجية ثم عندنا هالجزء هذا قد لبلصة هذه فكما قلنا قبلنا قعيرة نحاسية إذن قعيرة نحاسية قعيرة نحاسية ثم عندنا هالجزء سليك هذا قلنا سليكون معدنيون إذن سليكون معدنيون سليكون معدنيون ليه هو نفسه هالجزء سليك هذا إذن هذا هو هذا فهذا سليك معدني وكذلك هذا سليك معدني إذن سليكون معدني ثم عندنا هذا الجزء اللي هو الاسمنت السيمة اللي كنعرفه اسمنت وبقى لنا هذا الجزء اللي هو عقب من الرصاص إذن عقب أو عقب من الرصاص عقب من الرصاص عقب من الرصاص حبابة زجاجية سليك مدني قعيرة نحاسية اسمنت وعقب من الرصاص هذه المكونات دي المصباح ثانيا اتفحص كل بطارية واكتب قطب موجب وقطب سالف في المكان المناسب إذن غادي ناخدوه كل عمود وليس بطارية لأن البطارية كتشارجة ولا كل عمود فهو ما كيتشارجة كيتلاحظ فغادي نتفحصوا هاد العمود هادا فلاحظوا منش كيتكوون كيتكوون من قطب سالب اللي هو هادا وقطب موجب كنلاحظوا الزائد هنا وننقص هنا إذن كيتكوون من قطب سالب وقطب موجب نفس الشيء العمود الثاني اللي كنتشفنا فهو كيتكوون كذلك من قطب موجب نحيضوا والقطب الآخر فهو قطب سالب إذن هذا موجب والآخر فهو سالب إذن هنا زائد وهنا ناقص فقطب موجب وقطب سالب وسنكتب إذن فهو العمود اللي هو القلنا قطب ماذا هذا قطب سالب قطب سالب وهذا قطب موجب قطب موجب من قطب سالب حتى تفحصوا كل البطارية فخطأ اتفحصوا كل عمود وليس كل البطارية لأن كما قلنا البطارية هي لباتري الباتري كنقوله مثلا الباتري دية التليفون فهو كيتشرجر أما العمود فهو ما كيتشرجاش إذن نجيب العمود الثاني قطب موجب واللي فيه ناقص قطب سالب كذلك هنا عندنا قطب موجب وقطب سالب قطب موجب وقطب سالب في كل عمود ثم أنجز المناولات التالية ثم أملأ الفراغات بما يناسب يضيء المصباح في الحالة بسبب مرور رماد إذن نأخذ العمود نأخذ العمود ونأخذ كذلك المصباح لاحظوا هذا العمود هذا المصباح ونركبه بنفس الطريقة بنفس الطريقة في الشكل الأول نأخذ العقب من الرصاص نحطه في القطب الموجب من قلبه كماك ثم القعير نحطها في القطب السالب بالطريقة كنلاحظه كنلاحظه بأن المصباح شعل إذن المصباح أضع كما كاللحظة إذن في الحالة الأولى المصباح يضيء المصباح في الحالة الأولى في الحالة واحد نشوف في الحالة الثانية دائما القطب الموجب والقطب السالب سنأخذ المصباح وسنضيء في الحالة الثانية لاحظه ثم فالمصباح لا يضيء لأنه لكي يضوي المصباح يخص نحطه العقب العقب في القطب الموجب أو السالب والقعير النحاسية إذا حطنا القطب الموجب إذا حطنا عليا layer العقب فالمنطقة النحاسية يخصنا نوضعها فوق القطب السالب فيضيء المصباح أو للعكس نوضع مثلا العقب فوق القطب السالب أو المنطقة النحاسية فوق القطب الموجب وسيضيء المصباح كما كاللحظة في الحالة الثالثة пойdemوضع القعيرة النحاسية فوق القطب الموجب والحبابة الزجاجية فوق القطب الساليب كنلاحظوا المصباح لن يوضي لن يوضي المصباح في الحالة الرابعة كنوضعوا العقب فوق القطب الموجب بلا من وضعوا القعيرة النحاسية فوق القطب الساليب فبالتالي لن يوضي المصباح إذن فالمصباح كما لاحظنا أضاء فقط في الحالة الأولى يضيء المصباح في الحالة الأولى فقط بسبب مرور التيار الكهربائي بسبب مرور التيار الكهربائي المصباح وأضاء في الحالة الأولى بسبب مرور التيار الكهربائي ثالثاً أنجز المناولات التالية باستعمال عمود أسطواني ومصباح وسلك معدني ولون بالأصفر المصباح الذي يضيء أكتب في المكان المناسب يضيء أو لا يضيء إذن هذه المرة نأخذ عمود أسطواني وهذا نحتاج كذلك سلك نحاسي وهو موصل للتيار الكربائي سلك نحاسي سننتبه السلك النحاسي على القعير النحاسية بهذه الطريقة وفي الحالة الأولى سنوضع العقب فوق القطب الموجب فكاللحظة بأن المصباح لا يضيء في الحالة الأولى المصباح لا يضيء في الحالة الأولى لا يضيء المصباح إذن لا يضيء لا يضيء المصباح في الحالة الثانية في الحالة الثانية كما قلنا بعدما تشبتنا المصباح مع السلك المعديني سنوضع العقب فوق القطب الموجب ونوضع الطرف الآخر في القطب السالي لاحظوا كاللحظة بأن المصباح يضيء المصباح يضيء كما كاللحظة ونكتب المصباح في الحالة الثانية يضيء يضيء في الحالة الثالثة في الحالة الثالثة هذه نوضع العقب فوق القطب السالي كاللحظة بأن المصباح لا يضيء لنما كي يضيء وش المصباح في الحالة الثالثة لا يضيء المصباح في الحالة الرابعة هذه المرة سنوضع العقب فوق القطب السالي كما عندنا في الصورة القطب الموجب سنضيء للطرف الآخر ديال السلك إذن كي يخصون تبته مزيان الطرف هذا كذلك السلك فكاللحظة كذلك يضيء المصباح كما كاللحظة المصباح يضيء ونكتب في الحالة الرابعة يضيء المصباح يضيء المصباح في الحالة الأولى لا يضيء المصباح في الحالة الثانية يضيء والحالة الثالثة لا يضيء وفي الحالة الرابعة يضيء المصباح إذن فمتى يضيء المصباح فيضيء المصباح عند ربط عقبه عند ربط عقبه يضيء المصباح اللي كربط العاقب دياله الجزء هذا عند ربط عاقبه وقعيرته والقعيرة عاقبه وقعيرته مع قطبي العمود مع قطبي العمود القطب الموجب مع القطب السالي إذن يضيء المصباح استخلصوا يضيء يضيء المصباح عند ربط عاقبه وقعيرته عاقبه وقعيرته مع قطبي مع قطبي العمود إذن يضيء المصباح عند ربط عاقبه وقعيرته مع قطبي العمود أثبتوا أولا أعاينوا الصور وأضعوا علامة فيه أمام المصباح المتلف إذن هذا المصباح فهو غير متلف كنلاحظو هذا السليك هذا السليك المعدني فما مقطعش إذن فهذا المصباح غير متلف إذن ما خاسرش أما هذا المصباح فكنلاحظو هذا السلك هذا مقطع وكذلك الزجاجة هذا الحبابة الزجاجية مهرسة إذن فهو متلف خاسر المصباح الثالث كنلاحظو الحبابة الزجاجية مهرسة ولكن شنو كنلاحظو كنلاحظو بأن السليك المعدني فهو مقطع إذن فهو متلف كذلك المصباح الرابع فهو غير متلف لأن الحبابة الزجاجية مهرسة وكذلك السليك المعدني مهرسة إذن عندنا مصباحين متلفين الثاني والثالث ثانياً ألون بالأصفر المصباح الذي يضيء مرة أخرى نأخذ العمود ونأخذ كذلك المصباح ونجربه في كل مرة في المرة الأولى نحط المصباح بهذه الطريقة لا يضيء المصباح في الحالة الثانية بهذه الطريقة كنلاحظ بأن المصباح يضيء لأن يضيء المصباح كما كنلاحظ الحالة الثانية فالمصباح يضيء اللون المصباح باللون الأصفر في الحالة الثالثة مرة أخرى سنجرب في الحالة الثالثة هذه المرة نضع العقب على القطب السالب كنلاحظ مرة أخرى بأن المصباح يضيء واللونه بالأصفر في الحالة الرابعة نضع القطب السالب على الحبابة الثالثة فكنلاحظ بأن المصباح لا يضيء ونرجع لهذا النشاط هذا قبل أن نلونه المصباح سنلونه هذا المصباح الذي يضيء واللونه كذلك هذا المصباح الذي يضيء نمره إلى المعجم مصباح لومب سليكون فيلمان اسمنت سيمان قعيرت كيلو حبابة أمبول أستواني سيلندريك سلك فيل عمود فيل فيل إذن فاسل لكم فيل غيب L وحدة ماشي دوبل L دونك فيل 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 أمبول سيلندريك سيمان كيلو لامب فيلامان وبهذا نهي تمارين الصفحة 85 أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الثاني والتي هي ظاهرة أمامكم في البلايليست نلتقي في الصفحة 86 إلى اللقاء